غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات بدر وأحد والخندق التي تسمى بالأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك هذه أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المسلوب الأهمية الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر بن القيم رحمه الله تعالى أن المسلم يهتم بالغزوات وبخاصة هذه السبع غزوات إبن القيم يتكلم أن المسلم يجب أن يكون مخلوقاً عن هذه المسلمات وحنين هذه المسلمون